العمر بيجري وبيعدي بين فرح ووقات وحياتك في الدنيا تحدي ولازم تحيا أيام بنعيشها وبتعيشنا تدوشنا ساعات وكدهشنا وساعات الحزن بينهشنا وانتو وانتو جواك والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة تنو لكنكش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز على قد ما تتعد وتدور الدنيا تتحر وتنوّر تبديك أكتر ما تتصوّر من فضل الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مكملين مع حضرتكم رحلة كنوز وبنبدأ النهاردة بكنوز الأحاديث القدسية روى الإمام أحمد في المسند من حديث سيدنا أبي واقد الليثي قال صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله إنّا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى لنفسه واديان ولو كان له واديان لابتغى لنفسه ثالث وَلَا يَمْلَأْ جَوْفَ بِنَ آدَمِ إِلَّا الْتُرَبِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْتَابِ الحقيقة الحديث القدسي ده مليء بالكنوز ناخد نهارده كنزة أو اتنين كنز الأولاني هو مش عايزين ننسى الهدف من الدنيا إحنا جايين الدنيا هنا عشان ثلاث أسباب عبادة الله صلة بينك وبين الله ومعاملة الخلق أخلاقك وعمارة الأرض ودول بييجوا بعدما الإنسان بيعرف ربنا سبحانه وتعالى فلو في موظف رايح شركة طول اليوم بيلعب على الكمبيوتر ما يطلبش أنه يقبض آخر السنة أو آخر الشهر لأنه طول الشهر بيعمل حاجة غير المسمى الوظيفي بتاعه فاللي عايش في الدنيا مش واخد باله النعم دي كلها نزلة لي من ربنا هي نزلة علشان عبادة الله ومعاملة الخلق وعمارة الأرض قالها ربنا بمنتهى الوضوح إنا أنزلنا المال العز اللي في الدنيا ده كله ليه؟ لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة العلماء هنا بيقولوا مش لحصر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إقامة الصلاة هي عبادة تدل على كل العبادات اللي بيننا وبين ربنا العبادات الروحانية النسوكية وإيتاء الزكاة هي عبادة تدل على عبادتين غوث الخلق ومساعدة الخلق وإغاثة المحتاج وعمارة الأرض والشغل لأن الزكاة عبارة عن أموال ولا تأتي الأموال إلا من العمل فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه النعم عشان نبقى لنا علاقة بربنا وعشان نعرف نساعد بعض ونخدم بعض ربنا بيقول في القرآن الذين إما كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سيدنا عبدالله بن المبارك كان عالم غني وكان بينفق على السوفيانين والحمدين سوفيان بن عيينة وسوفيان الثوري دول علماء كبار أوي وعلى حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويقول كده لو لا الجهاد والحج ما التجرد كان يحج سنة ويجاهد سنة فكان عارف كان عنده وراء تجرده وكان فيه نية فلما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى معيشك في شيء من الوفرة لازم تسأل نفسك وأنا بعمل ليه بالفلوس دي أنت إنسان مستور وربنا سبحانه وتعالى مكفيك وعندك في الحمام بتاعك مياه سخنة صديش ليه السؤال ده الواحد يسأله نفسه بدون ما نحكم على بعض ساعات الواحد يكسر يقوم يصلي الفجر حسنة الدنيا برد إحنا مش عايشين في الصحراء والماء تلج إحنا عايشين في بيوت ربنا مدينا فيها وفرة لما تلاقي واحد مثلا عنده لبس كتير لما يفتح الدولاب اللبس يقع عليه ويعدي عليه مواسم كتير ما يلبسش اللبس ده فيه ناس بردانة وناس ممكن تكون عندها قلة في مسألة اللبس ده وعايز يشتغل وعايز يبقى شكله مشرف إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإتاء الزكاة طلع عشان لما تروح عند ربنا في الآخرة يبقى فيه شيء تقدم به بين يدي الله وقبل الآخرة ربنا يخلف على الواحد لأن ده من شكر النعمة إنه لو ربنا مديله يبقى له علاقة بالله بيشكر ربنا في العبادة وبيشكر ربنا في إنه صار مثل القناة اللي بيوصل منها الخير فكل ما يدي ربنا يفتح عليه كل ما يوصل ربنا يفتح عليه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين لكن النص التاني من الحديث كإن ربنا بيقولنا إيه اللي بيمنع النص الأولاني إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإتاء الزكاة ولكن شخصية بقى الإنسان لو كان لابن آدم وادي من ذهب عايز له وادي تاني وادي ده يعني مساحة ضخمة ما بين الجبال ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يعني لما بيموت الإنسان جسده بيملاد تراب يخش في وسط التراب ويتوب الله على من تاب يسكت عن الطلبات في الوقت ده بس بعد ما خلاص يسيب الدنيا الصورة دي اللي ربنا وصفها يا إما تبقى طموح يا إما تبقى جشعة وطمع والفارق ما بين الطموح والجشعة والطمع إعطاء حق الله اللي عايز يبع عنده ألف ومئة ألف ومئة مليون بس بيطلع لله حقه ده مش طمع ده طموح لكن اللي عايز الزيادة وما بيطلعش حق الله ده إنسان طمع وده الفارق ما بين الطموح والطمع حق ربنا سبحانه وتعالى وحقوق الخلق عشان كده قال صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لدين المرء من حرصه على المال خال كده غنم وقفة وذئبان جائعان بيجروا بينهشوا أي لحمة عايزين يكلوها أو الشكل اللي فيه فساد ده اللي أكتر منه الحرص حرص البخل الجشع الطمع اللي بيخلي الأخ يكل أخوه يكل ميراثه ويكل مال اليتيم اللي بيخلوا الشركة شغالين مع بعضه ومستقرين وفجأة واحد الدنيا بسبب الطمع تلمع في عينه فيسرق يسرق عشرة عمره شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث ربنا بيقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجده من بينهما دنيا كتمشي حلوة بنسترزق وفجأة يخون ويغش ويسرق ليه بسبب الجشع والطمع لو كان لابن آدم وادي لابتغى له ثاني ولو عنده اتنين لابتغى له ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب شوف ربنا في القرآن يقول وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض كنا ماشيين زي الفل لكن للأسف الحرص والطمع هو اللي بيغير النفوس عشان كده العلماء علمونا دايما يبقى الإنسان ذاكر لله ذاكر للنعمة عنده حظ من العبادة والدعاء إن ربنا يحفظ قلبه لأن ما فيش كبير على فتنة الدنيا ما فيش كبير على زغلالة الكتير ربك يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ساعة الشيء الخبيث اللي جاي من حرام الأرقام بتزغلل فقال له لا يستوي ولو أعجبك كثرة الخبيث وسيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام كلمة يقول من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فسيدنا أبو هريرا أنا يا رسول الله قال اتقي محارم الله تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس طبعا كلمة الرضا يعني الرضا بالموجود بعد بذل المجهود تعريف القناعة الرضا هنا واحد يرضى بما قسم له بعد سعيه واجتهاده فالخلاصة الكنزين اللي في الحديث الكنز الأولاني ربنا ليه مدينا الأمان ومدينا الفلوس ومدينا الوفرة عشان نعبد ربنا ونخدم الخلق إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولكن ما يحرم الإنسان من العيشة السوية دي الجشع والطمع وزغلالة الدنيا مع قلة الصلة بربنا سبحانه وتعالى فاخد بالك من وضوح الكلام ده وامشي عليه ترسل لربنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون آية النهاردة وراها كنوز ما أشد احتياج شبابنا وبنتنا للآية دي في هذه العصور الآية دي لها قصة نزول ربنا بيقول أقم الصلاة الطرفي النهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين سدنا الإمام البخاري بيحكي أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فشكى ذلك إلى رسول الله فسكت النبي ونزل القرآن يلي قبلت المرأة دي القبلة الحرام دي لأنها مش حلالك مش مراتك أقم الصلاة طرفي النهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كنز الأولاني اللي في الآية دي إن الراجل ما استحاش إنه ياخد عيبه وذنبه ويجلس بين يدي الخبير عشان ينقذه ساعات الإنسان عيبه وغلطته وذنبه بيبقى أكبر من إنه هو يعرف لوحده يتخلص ويتحرر منها فيروح وشوف العلم يقولك لا يتعلم مستحي ولا مستكبر هو ما استحاش ولا استكبر إنه يروح يقوله أنا غلطت الغلطة دي إلحقني أعمل إيه وراح لمين راح للنقاء والطهارة والعظمة كلها ما استحاش إنه يقعد بين إيديك دي يقوله أنا عندي الغلطة دي لأنه عارف إن سيدنا النبي هيساعده وهيتقبله وهيرشده لخلاصة الخلاصة جون جاتمن أحد أكابر الناس اللي تكلموا عن العلاقات الزوجية وصلح مشاكل كتير ما بين المتجوزين كان بيقول إن من أكبر مشاكل المتزوجين إن هما مش بيلجأوا لمتخصص إلا بعد مشاكلهم تتفاقم ويأذوا بعض جداً ويجوا بعد كده وهم علاقتهم مهشمة تماماً عشان كده لما يبقى عندك مشكلة معينة مثلاً فكرة عن ربنا حصل حاجة في أقدار الله كده أنت مش عايف تربطها بصفات ربنا إزاي ربنا العظيم الرحيم العدل يعمل معايا كده أنت محتاج عالم أو شيخ أو حد عنده علم من أصحابك تسأل ويفكلك الإشكالية دي عيب من عيوبك كل ما تتوب ترجع تاني كل ما تتأسف ترجع للغلطة دي روح لحد يبقى عنده كده شوف ربنا يقول ولا ينبقك مثل خبير مشكلة في الشغل مش عارف أعمل بريزنتيشن مش عارف أقدم نفسي في الإجتماعات بطريقة كويسة روح لحد لا تستحي ولا تستكبر الراجل راح لسيدنا النبي قال له أنا قبلته واحدة أنا مش عارف أعمل إيه ونزل القرآن ده الكنز الأولاني الكنز الثاني سيدنا عمر بن الخطاب بيقول من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن راجل ده قلبه واجعه لما غلت الغلطة دي بعيدا عن الكلام عن الصحابة خلينا نتكلم علينا بقى مش نشر صورته هو بيعمل كده مش راح قال شوفت أنا عملت إيه مبارح وقعد يحكي ويجاهر بمعصية ربنا مش استحلى الموضوع وقال الله حلو الموضوع اللي أنا دقته ده ويرجع تاني خد بالك هو توجع فرمى نفسه ما بين إيدين الخبير عشان ينقذه احترام الوجع ده من احترام نظر الله لأن الوجع اللي في القلب ده هو أحد الرسل اللي بتقولك ارجع لربنا سبحانه وتعالى الضمير ده نفس اللوام فده الكنز التالي الكنز التالت الشهوات بتظلم الروح الإنسان اللي قبل بنت ده نفسه الشهوة انبسط جسمه شهوانيا انبسط عقله ممكن يقوله بيعمل ما ناس كتير بتعمل كده ايه مشكلة يعني أحسن من غير اللي بيعمل كذا لكن الروح بتسرخ لما الروح تسرخ يعرف ان الروح دي موصولة بربها فتاني احترام هذا الصياح الوجع اللي جوه الروح ده من ده اللي بيخلي إنسان يرجع لربنا سبحانه وتعالى لشان كده قال صلى الله عليه وسلم إذا زن العبد ارتفع الإيمان فوق رأسه كأنه ظل خرج الإيمان منه السكينة والطمأنينة لربنا والإحساس كده بالرضا عن النفس ده ممكن تشوف اللي بيعمل المعاصي دي شكله من بره مبسوط لكن والله القلب ديأ والروح بتسرخ إذا زن العبد ارتفع الإيمان فوق رأسه كأنه ظل فإذا تاب عاد إليه فظلمانية الروح تستاهل من الواحد يفر الربنا سبحانه وتعالى سيدنا براهيم بن أدهم بيقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها لنخالف نفسي روحي تنور على طول كنز الرابع هو كنز أقيم الصلاة الصلاة على الحقيقة وصل روحاني بيأوي الروح إنها تسيطر على النفس تقودها في طريق ربنا الشهوات اللي ربنا أبح علينا زين اللي الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الشهوات دي في مساحة منها كبير حلال ثم مساحة تانية بعد كده حرام لما الروح تبقى هي اللي بتسوق بتخليك تحرك في المساحة المباحة أول ما النفس بشهواتها الطماعة تسوق يتجاوز الإنسان للحرام للقرش الحرام والإعلاقة الحرام والكلمة الحرام الصلاة بتقوي الصلة صلة الروح بربنا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اللي دي مواقيت بعض الصلوات الخمسة إن الحسنات يذهبن السيئات شوف ربك يقول إن الشيطان عايزي خليك ما تصليش عشان تبقى ضعيف قدام الشهوات إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ انتهوا من الأفعال الخاطئة ويلزم الصلاة اللي الشيطان عايز يخرجك براها علشان تفقد قوة صلة روحك بربنا سبحانه وتعالى كنز الأخير الخامس إن الحسنات يذهبن السيئات يا سلام على العرض الرباني الرحيم دايما الأمل موجود في الله أي سيئة أتبعها بالحسنة تمحوها من مكانين تمحوها من الميزان أو من كتاب السيئات فما تشوفهاش في الميزان يوم القيامة وتمحو أثرها من قلبك ما هو القلب تعلق لما دؤت الشهوة دي الحسنة اللي بعدها تمحو التعلق دا من القلب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اللي عايز السكة دي يفتكر الآية دي والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز من كنوز الأمثال الشعبية مثل هقوله لحضراتكم بيتكلم عن إنك ما تمدش إيدك لحد يذلك طول ما أنت عندك القدرة إنك تشتغل وتكسب من عمل إيدك حتى ولو الأدوات اللي عندك بسيطة أبذل قصارى جهدك فإنك أنت تكتهد في طلب رزقك بالمتاح اللي عندك ولا إنك أنت تمدي إيدك لحد يستعلي عليك أو يذلك المثل بيقول أحفر البير بإبرة وما تطلبش الفاس من رخيص لا شك إن أنا لو ما عنديش فاس وعندي إبرة حفر البير هيبقى صعب شوي لكن طلبي للفاس اللي بيحفر بسهولة وبسرعة من حد يذلني أو يمن علي أو يكسر عيني لا شك إن ده أولوية تانية لو الواحد عنده بقى مصيبة في حياته وعنده ظروف قاهرة عنده مرض محتاج يستلف له عنده جوع محتاج يستلف له ويلجأ للناس الناس لبعضها وربنا سبحانه وتعالى جعل النعم في أيدي وناس عشان يعطوها لقوم الآخرين بس القوم الآخرين دول اللي محتاجين ما يمدش إيده إلا لما يبذل قصارى جهده في حدود المتاح أحفر البير بإبرة وما تطلبش الفاس من رخيص الأصل في المثل ده جماله المتسق مع الشريعة إن ربنا سبحانه وتعالى دائما بيحب يحفظ لك على صورتك قدام نفسك صورة العزيز وليس المحتاج صورة المعطي قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلة وكأنه بيقولك اليد السفلة دي مش غلط لو كان الظروف أكبر منها يمدي إيده وربنا يؤمر اللي إيده عليا إنه هو يوصل لك خير ربنا عن طريقه لكن لا تجعل نفسك بسبب تصرفات خطئ يدك سفلة ودايما محتاج لشان كده ربنا في القرآن بيقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الأصل إن الأرض ممهدة ومليئة بالكنوز لما بس أنت تشغل إيديك هيبعث لك رزقك على طول وساعات كتير ربنا سبحانه وتعالى في الشريعة يشاور لك إن لأ خلي مد إيديك لغيرك ده آخر اختيار خالص واحد حلف حلفان وعايز يرجع منه قال سبحانه وتعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد مش يروح يستلف بقى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام دي كفارة اليمين طعم عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة معيش فلوس للحاجات دي أصوم برضو كل ما يبع من جوايا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم بل في الشريعة لما ما بيكونش فيه مية إحنا بنتيمم لا فيه مية عنده واحد لما أجي أقول له معلش من فضلك ممكن أشتري منك المية يبع هالي بأغلى يستغل احتياجي ربنا يقولك تيمم ما هو فيه مية تيمم عشان ما تذلش نفسك لحد يحتاج يعني يتعالى عليك أو يستغلك هروح أقول له واحد معلش ممكن مية فيبصيلي كده ويقفف أو يتناهد ربنا يقولك ما تاخدش منه مية وتيمم حفظا لماء وجهك ولكرمتك فأحفر البير بإبرة وما تطلبش الفاس من رخيص الأب بيقول له ابنه فيه قصة رمزية روح اشتغل واكسب من إيديك فخرج الولد كده يعني كأنه بيفكر هيعمل ايه يعني قعد تحت الشجرة فشاف غراب تعبان كده وهذيل قعد يقول ده هيرزق الزاي ده ده زمنه هيموت فلقى أسد استطاد صيدة بتاعته وقعد يأكل منها قريب من الغراب وبعدين الأسد شبع فساب حتة من الصيدة راح الغراب كده مشي اتنين متر ولا حاجة وأكل فقال جوه قلبه كده يا سلام شوف رزق الغراب كان على الأسد والله يرزق الجميع فرجع لأبوه بعدها بساعة قال له نمشي اشتغل خلاص أنا تأكدت إن الله كاتب الرزق وشفت الأسد اللي الغراب أكل من فضلته فقال له يا ابني ولما لا تكون كالأسد يأكل الناس من فضلك لما أردت أن تكون كالغراب تأكل من فضل الناس ليه اخترت السفلة وإنت عندك القدرة تبقى أنت اليد العليا من ضمن الحاجات اللي تساعدك تحفر البير بإبرة وتطلبش الفاس من رخيص يعني تتكسب في حدود الإمكانيات اللي عندك إنك أنت ما تبقاش مسرف بحيث إن الإمكانيات اللي عندك تكفيك قال صلى الله عليه وآله وسلم ما عالى من اقتصد ما عالى من اقتصد يعني اللي بيصرف فلوسه بشيء من الاقتصاد والترشيد والتخطيط كده مش كل ما تيجي حاجة في باله يعملها عمره ما هيبقى في يوم الأيام يمدي إيده ويحتاج إلا إذا قهرته الظروف على ذلك لكن بنفسه هو اللي يعمل في نفسه كده لا أحفر البير بإبرة وما تطلبش الفاس من رخيص وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت في أكلات دلوقتي أنا أشتهيها أو لبس معين أشتهي إن أنا ألبسه لكن مش مناسب مش مناسب لدخلي دلوقتي مش مناسب لتخطيطي المال عندي مثلا أقصات معينة عندي مصاري في مدارس عندي دواء محتاج أن أشتري علشان أعالج نفسي فكل ما اشتهيت حاجة أشتريها أكلها ولا لبسها هيبقى في وقت من الأوقات لو سبت نفسي لمراضي وشهوتي دي ممكن يبقى فيه شيء من الإصراف وآجي على أولويات تانية واضطرها مدي إيدي وأنا ما عنديش ظروف قاهرة من ضمن الحاجات اللي تساعدك تحفر البير بإبرة وما تطلبش الفاس من رخيص أنك تحترم الإبرة دي أن لو دي الظروف المتاحة عندك دلوقتي ابذل قصارة جهدك في أنك تطلع منها أكتر فايدة لأن ده رزق ربنا اللي موجود دلوقتي هتأخره زي ما بيقول قال صلى الله عليه وآله وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيذهبوا فيحتطب فيبيعوا الحطب للناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ما عنديش غير حبل حط الحبل على ظهرك روح كسر في الشجر ويعمل منه حطب وكانت شغلانة مشهورة جدا زمان كانوا بيوقدوا النار في الصحراء بالحطب ده بس محتاجين حد يروح للغابة يجيب لنا الشجر لأنك المتكسر كده صغير شغلانة ممكن تبقى بسيطة جدا جدا أحسن منك أنت تطلب من الناس حاجة ممكن يبقى واحد كريم يقولك تفضل تحت أمرك عناية ليك واحد تاني يقولك امشي من هنا يقولك حافظة على الحطة دي عندك فمثل النهاردة اللي بيتكلم عن عزة النفس أحفر البير بإبرة وما تطلبش الفاس من رخيص اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه واجمعنا علي اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه واجمعنا علي النبي أهل الهوى اللهم صلي علي النبي مدح 되وى سيدنا النبي أهل الهوى اللهم صلي علي سيدنا النبي مدح دوى اللهم صلي علي قل لكم قولوا سوا اللهم صلي عليك صلوات الله عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك والآل وصحبه واجهب عليك النبي يا سامعين اللهم صلي عليك اعلموا علم اليقين اللهم صلي عليك سيدنا النبي يا سامعين اللهم صلي عليك اعلموا علم اليقين اللهم صلي عليك اه ان رب العالمين اللهم صلي عليك اه فرض الصلاة عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك وآله وصحبه واجهب عليك من كنوز القصص قصة عد عليها سنين قليلة جدا بنت اسمها ريتشل بيكفس بنت دي من موليد 2002 بعد ما كبرت عندها 7-8 سنين شافت مرضى السرطان ربنا يشفي الجميع فبدأت تتبرع بشعرها لكل حد شعر وقع وبعدين لما شعرها طول تاني قامت قصة وتبرعت بشعرها وبعدين بعد شوية سمعت خبر عن معاناة الأطفال في أفريقيا اللي ما عندهمش مية نظيفة فأسست موقع علشان تجمع عليه 300 دولار يكفو لسقيا حوالي 15 طفل تقريبا ما عرفتش تجمع إلا 220 دولار في شهر ونص وبعد شهر ونص سنة 2011 توفيت في حادث ماتت البنوتة الجميلة ريتشل بيكفس في الحادثة وهي مجمعة 220 دولار بس على الموقع بتاعها والدتها دخلت على الموقع وبدأت تنشر الفكرة وقبلت الناس وعمد شيء يشبه المؤتمر الصحفي وأذعت حلم بنتها أمنية ريتشل واستمر الموقع اللي اسمه أمنية ريتشل في عيد ميلادها التاسع وجمعت الست في خلال ستين يوم من المشهد ده مليون ومتين ألف دولار المليون ومتين ألف دولار دول تم توجيههم لأفريقيا وتم كفالة أو إدخال من المية بمية واربعين قرية فيها سبعة وتلاتين ألف بني آدم ماتت ريتشل وهي مش مجمعة امتين وإلا امتين وعشرين دولار ما يكفوش حتى الخمستاشر بني آدم ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى مدده لا ينقطع وهو قال في القرآن إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ربنا سبحانه وتعالى قادر على إحصاء كل أثر أنت عملته حتى لو ما شفتش أثره في حياتك لكن أنت هتقبله في موازين حسناتك يوم القيامة وفي شهر أربعة من كل سنة بيحتفل القرى الأفريقية دي بعد ميلاد ريتشل بيكفس بسبب تعاطفها مع معاناة الشعوب الأفريقية اللي ما عندهاش ما ينظيفها كل مروح المدينة أبص على المسجد النبوي الأبيض الكبير قوي وطبعا المسجد الأبيض الكبير ده اللي بيشيل أكتر من مليون أو 2 مليون مصلي مساحة المسجد اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه تقريبا ألف أربعة واربعين متر جوة كده فيه زاوية كده وفيه عواميد مكتوب عليها هذا حد مسجد رسول الله السادة الكرام في المدينة محددين وكده عشان نبقى عارفين أن النبي ده كان مسجده بقيت المساحة دي كلها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أعضى أقول في نفسي كده يا طرى النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف أن بيته ومسجده هيبقى كبير قوي كده وبيصلي فيه ملايين يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انتقل للرفيق الأعلى كان قبلها في حجة الوداع بيحج معاه مئة ألف صحابي عدد كبير أول مرة يتجمع العدد ده قدام عين النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا محمد يخطب ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب قولوا عشان صوت يوصل للناس كلها واللي ما حضرش من المسلمين يوصلوا كمان وقول طبعا النبي كان عارف لأن ربنا قال ورأيت الناس هيدخلونا في دين الله أفواجة وكل فوج هيجيب فوج وكل اللي احنا فيه ده من أثر النبي عليه الصلاة والسلام وكل خير في الدنيا موجود دلوقتي احنا عايشين فيه من أفكار فيها نجدة للملهوف ومؤسسات خيرية فيها إغاثة للمحتاج وأفكار فيها مساعدة للبشر ما هي إلا فرص خير جات في بال ناس وتحركوا ليها كان أحد أصحابي يقول لي فرصة الخير فكرة الخير عاملة زي الطير لما يعدي كده إلحق بسرعة أصطاده ما تسوفش لأن فكرة الخير رزق الله فمدام جي عندك يبقى ده رزق ربنا ليك علشان كل ده تقابل به ربنا أنت ما تعرفش بعد ما تموت إنما اللي أنت زرعته البذرة دي شجرتها تبقى عاملة إزاي فلو ما لحيتش تاخد الفكرة دي غيرك هياخدها لأن رزق ربنا واصل واصل لكل محتاج كنت بقى أرى دراسة عن الأهالي المهتمين بعمل الخير عند ولده فالدراسة بتقول إن 80% من الأهالي بيركزوا على المذاكرة وخروج الأولاد وساعدتهم بالمختنيات و20% من الأهالي بيفكروا ولدهم بانتظام زي ما بيفكرون بالمذاكرة ويدون فلوس في الخروج ويجيب لهم لبس ومختنيات بيفكرون 20% بس بيفكرون بعمل الخير وإن لو ربنا موسع علينا في حاجة لازم نكون إحنا كمان توسعة على الناس وفكر حضراتكم ريتشل بيكفس ميزانها عند ربنا سبحانه وتعالى الله أعلم بثقله كيف سيستقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى بكر فكر حضراتكم إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سنة يعني فكر كده فكرة مكادش موجودة من سنة في الإسلام سنة حسنة سنة في البيت إن احنا نتجمع على الغداء سنة في البيت إن احنا نحترم الناس اللي بتساعدنا لو فيه سائق أو فيه عاملة بتساعد سنة كده فيه مستوى معام من الاحترام نازم يبقى في بيتنا سنة إن احنا يوم الجمعة نتجمع مع بعض ونزور أهلين الأكبر وأجروا من عمل بها إلى يوم القيامة أجيال ممكن تبقى مئات الألاف تيجي أنت تتفاجئ بقى يوم القيامة تتفاجئ أنا عمري كان أصير أو كان طويل بس أعمالي بسيطة لكن كان فيه تصدير دائم للخير من عندك ريتشال بايكفس الله أعلم يعني الخير ده قد لا ينقطع إلى يوم القيامة وكل واحد بيسمع القصة دي لعله يبقى سبب في حاجة ممكن تبقى سبب في إحياء إنسان بعد ما هو يموت ما تقلقش إننا نحن نحيي الموت هيقابلك بها لما يحييك بكرة ونكتب ما قدمه فعل ماضي وآثارهم اللي حصل بعد كده وكل شيء أحصيناه في إمام يعني كتاب في إمام مبين والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة نوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز الموحدين المؤمنين بربنا كل يوم بيقولوا سبعتاشر مرة الحمد لله رب العالمين الفاتحة خمس فروض فيهم سبعتاشر ركعة كل ركعة فيها فاتحة رب العالمين أي مالك هذه العوالم الدنيا دي عاملة زي البيت الكبير اللي بيملكه ربنا السمه هي سقف الدنيا دي الأرض الزراعية دي أرض ربنا وكل إنسان ليه فيها رزق الله خلقه فيها وهيسوقه ليه البحار دي كلها والمحيطات حاجة ربنا وخلق فيها رزق للأحياء اللي عايشين على الأرض وهيحمهولك ويسوقه ليك المطر اللي بينزل من السحاب ليك فيه نصيب في نقاط الميال اللي بتنزل دي مكفول وهيوصلك إن كل شيء خلقناه بقدر وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الإحساس ده بيخلي البني آدم متطمن وبيواجه تحديات الحياة وفي ظهري مدد وعطاء ربنا أنا في البيت اللي بيملكه ربنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون آيات يعني علامات علامات إيه؟ علامات الكفالة إنه بيكفل لك رزقك علامات الولاية الله وليه الذين آمنوا علامات العناية والوكالة هو متوكل لك إنه ينجز لك ما تتمنى العقيدة دي تشعر الإنسان بالطمأنينة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه واتخليه هو داخل في أي خناءة من خناءات الحياة تحدي من تحديات الحياة راكز ثابت ما عندوش هلعة أستاذ عمر مهران الدعية الإسلامي عنده رؤية في كنوز تجارب الحياة في القوة والثبات اللي تواجه به تحديات حياتك لأنك محتاج دايما تبقى متطمن إن أنت وإنت عايش كده كل أيامك ربنا بمدده في ظهرك إن شاء الله كنت بحضر كورس المدرب فيه كان بيكلمنا عن كيفية التعامل مع الأزمات أو فن التعامل مع الأزمات وهو قال إن الأزمات الكبيرة بيكون لها صدى نفسي أثره كبير على الإنسان لأن على قدر الألم على قدر ما الإنسان بيضعف كلما صوت الألم بيعلى كلما الإنسان بيضعف وبتسيطر عليه الأزمة بيكون مش شايف غيرها فهو قال حال الإنسان وقت ضعفه وقت ما تكون الأزمة مسيطرة عليه بيكون عامل زي المستخبه وراء صباعه يعني إيه يعني مش شايف بيته من حواليه صباعه بس قدامه ومش شايف غيره صباعه ده هو الأزمة واللي حواليه دي حلول رب العالمين الدنيا الوسعة اللي ربنا يعني بيكرمنا بيها وبينعم علينا بيها البدائل لهذه المشكلة بيقول وقت ما تحصل الأزمة وقت ما صوت الأزمة يبقى عادي جدا وقت ما القلم يبقى جديد حاول تدور على إنسان يخليك تشوف البدائل يخليك تشوف الحلول لأن انت غزبا عنك حتكون مش شايف غير الأزمة حتسيطر عليك وده اللي حصل ما بين بني إسرائيل وسيدنا موسى أول لما لقوا البحر قدامهم وفرعون ووراهم الدنيا خلاص قفلت قالوا إنا لمدركون خلاص الموضوع انتهى الأزمة سيطرت لكن سيدنا موسى قال كلا إنا معي يا ربي سيهديني أنا عارف إن ربنا واسع أنا عارف إن ربنا قدير أنا متأكد إن ربنا عنده حلول أنا معرفهاش أنا مش متخيلها بس الموقف ده بيحتاج إن الإنسان يكون عنده رحلة من التعرف على رب العالمين تعرف على معاني أسماء وصفات الله يعني إيه الواسع يعني إيه القدير حيعمل معانا إيه في يوم ما يحصل وتقع الأزمة يبقى عنده الدافع الروحاني اللي خليه يقدر يصبر واللي خليه يقدر وقتها يتحكم في نفسه ويرجع لورا خطوتين ويشوف ساعة رب العالمين ويشوف البدايل أو يفكر إنه يستعين بحد يساعده النبي صلى الله عليه وقالله وسلم لما خد الصحابة عشان يعتمروا وكريش منعتهم ونزل الوحي وقال إن فتحنا لك فتحا مبينا يا جماعة احنا رحين نعتمر ومتعلقين برحمة رب العالمين ومغفرة رب العالمين واتمنعنا فين الفتح وسيدنا عمر كان بيقول إن النبي أفتح إن هو النبي كان بيقول إني رسول الله ولن يضيعني ربي أنا متأكد إيه هو الفتح بالضبط ما عرفش بس أكيد فيه فتح النبي ما كانش شايف الأزمة ولم سيطر عليه لإنه واثق في رب العالمين واللي حصر إنه فعلا كان فتح واللي حصر إنه عدد الناس اللي دخلت في الإسلام بعد هذا الصلح كان كبير جدا مش شرط تكون شايف الفتح بعنيك بس تكون واثق في فتح رب العالمين لكن الحقيقة لو استخبيت ورص بعك والأزمة سيطرت عليك إنت أكتر واحد هتخسر وحدة وجعك من أشهر أدعية القرآن الدعاء اللي في بداية سورة آل عمران رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَئِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ زيغ القلب هو ميله لما يغضب الرب سبحانه وتعالى وبعده عما يرضي الرب يزوغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين كلام ربنا في سورة الصف عن بني إسرائيل المؤمنين عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى هو المثبت على الطريق الصحيح رؤية الخير اللي ربنا يرى خير ورؤية الشر اللي ربنا يرى شر هي دي الهداية إن يتفق هواك مع مراد ربنا سبحانه وتعالى أما رؤية المنكر معروف ورؤية المعروف منكر وتسمية ما يغضب الله بأسامي حضارية وتسمية ما يرضي الله بأسماء كأن شيء في تخلف أو رجعية ده زيغة عن الهداية والمؤمن عارف إن ما فيش حد كبير على الغلط لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كانت السيدة أم سالمة تقول كده تقول كان جل يعني أكثر دعاء النبي كان جل دعاء النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وإن القلوب لتتقلب أشد من القدر في غليانها قدر بيغلي أعمال المايا بتتقلب إزاي القلب سمي قلب لأنه يتقلب ما بين الخير والشر والخير والأخير والشر والأشر الثبدة دعوة كان يدعيها النبي وهي موجودة في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت عارف إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ناخد خطوات والمدد من عند ربنا ربنا بيقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والآية التانية اللي تخوف قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مادة محتاج الوحيد يتوقف عند الآيات دي ساعات الواحد ربنا كل ما يبعث له نعمة يعصي بيها وكل ما يبعث له خير يتكبر بيه على الخلق وكأن فيه اختيار كده عكس مراد ربنا ده زيغ للقلب احميني من ده يا رب ساعات الواحد لما ييجي يعمل غلطة صغيرة كده المعنى اللي يترمي على قلبه ان يقارن نفسه باصحاب الكبائر فيستصغر الذنب فييجي سيدنا بلال ابن سعد يقول له لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت ليه لان زيغ القلب بيبدأ من هنا من انا اغلط غلطة اقول شتيمة مش كويسة بصة شهونية مش حلوة كذبة كده عشان اعدي من موقف فرض اأخره وانا بتهاون ومش فارق معايا ويبدأ البنيادم يحصلوا شيء من الالفة والاصعب من الالفة انه يحصلوا شيء من المجاهرة تعودت على الموضوع ده ثم بعد الالفة والمجاهرة يحصلوا شيء من الفخر اني بعمل الموضوع ده ويحكي ثم بعد الفخر الدعوة يبدأ يدعو الناس للذة الغلطة اللي غلطها النهاردة لما ولاد يشيروا مع بعض على جروب واتساب صورة اباحية ولا مقطع من فيلم اباحي هو ده فأني حتة حاجة عملتها استصغرتها حسيت ان انا عايش وهتوب بعدين ثم جاهرت بيها ثم دعوت الناس ليها هنا الواحد يخاف من زيغ القلب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا من زيغ القلب السخرية وانتقاد اهل الاخلاق فالنهاردة واحد مش عايز يشارك في الحديث الاباحي ده او في الحديث اللي فيه غيبة اللي بنغداب فيه حد حبيبنا بيننا وبينه عشرة عشرة وعش وملح فواحد يقوله ما تخنقناش بقى عم احنا عاديين مبسوطين ما تبقاش انت الخنيء اللي في القعدة هنا فيه خوف من الزيغ ده انا بنتقد اللي ماشي على مراد الله من ضمن الحاجات اللي الواحد محتاج يحمي نفسه فيها من زيغ القلب هو معايرة وشماتة القلب في ذنوب الخلق الحديث الشريف اللي يخوف يقولك من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله لما ربنا سبحانه وتعالى بيطلعنا على ذنوب العباد احنا في عالم دلوقتي بقت الاخبار بتطير بسهولة جدا والاسرار بقت قليلة قوي لما تعرف ان في حد غلط غلطة معينة ده اختبار للقلب ان تنظر له بعين الرحمة وليس بعين الحكم لان عين الرحمة بتفتكر ان كلنا زي بعض وش حد كبير على الذنب ابدا الاصعب من كده ان انا ابقى بدور في المجالس بلسان الاستغراب تخيلوا فلان عمل كذا ودي فيه شهوة باطنية ان انا بعلي مقامي عن طريق ذكر ومعايرة فلان ده بذنبه عشان كأني بأكد على حوالي ان هو عمل وانا عمري ما اعمل حاجة زي كده المعايرة دي مرعبة ده زيغ للقلب القلب ما تخلقش يعمل كده القلب تخلق يشوف الغلطة وحد بيعملها يدعي يدعي ان ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دي الدعوة اللي في القرآن اللي ربنا وصنا بيها مش نشمت في الذنب فمن عير اخاه بالذنب ده بيقال كده لم يامت حتى يفعله فده من زيغ القلب من الهداية اللي هي عكس الزيغ بقى ان الانسان لما يوفق لعمل ولو صغير يشكر ربنا عليه ويحاول على قد ما يقدر يثبت العمل ده فدواءك لذة صلاة الفجر امسك بقى في الموضوع ده نم بدري شوية ويضبط منبهك وحاول تنام على وضوء عشان ده اللي بيصحي على الفجر مثلا يعني دواءك مرة تحضر مجلس علم كده في الأزهر عند شيخ قعدت ربنا فتح بينك وبينه لو سمحت حط مجلس العلم ده أولوية عشان يمكن هدايتك مكتوبة على إيد الشيخ ده وفي لسانه وقلبه حسيت اللقطة كده في قعدة وانت قاعد مع أمك وهي بتفتفض معك هوانا ليه خسران القعدة الحلوة دي ما تفوتهاش بقى ثبتها كل يوم كل أسبوع حسب ما انت قادر والذين اهتدوا زادهم هدن اللذة دي ربنا خلاقة في قلبك فادعي كتير بقى بدعوت النهاردة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا صلاة تفرحه وهو في قبره الشريف اللهم وسع من أسباب الحلال أرزاقنا ووجه في أبواب البر إنفاقنا واحجب عنا من الأرزاق ما يكون فسادا لقلوبنا وعقولنا اللهم ما زويت عنا من متاع الدنيا الفانية فادخره لنا في خزائنك الباقية واجعل ما مددتنا به من متاعها زادا إلى حسن نقائك ووصلا إلى قربك إنك ذو الفضل العظيم وأنت الجواد الكريم يا أرحم الراحمين يا الله والحمد لله دور بعيونك وبقلبك دور بحماس واصبر وتحمل وتأمل حكايات الناس دور هتشوف الخير ألوان في حكام وقالوا هكذبنا زمان وفي نور السنة وفي القرآن كنزات الآن والضنيا درام اللي ما فيها مليانك مليانك لكن مش ممكن تلاقيها من غير متاعو والضنيا درام اللي ما فيها مليانك مليانك لكن مش ممكن انتي لقيها من غير ما تتعوذ على قد ما تتعاد و تضور التنيا تضحك و تيقور تبديك اكتر ما تتصور من فضل الله